أكد موقع سبوت المغربي بأن رئيس الوداذ الرياضي سعيد الناصري رصد مكافآت مالية مجزية إلى اللاعبين في حال نجاحهم في التفوق على الأهلي في مباراة الدهاب بنهائي دور أبطال إفريقيا بالقاهرة وأشار التقرير إلى أن سعيد الناصري خصص منح مالية تقارب 100 ألف دولار لتحفيز اللاعبين أكثر وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في الدار البيضاء وأتم التقرير أن رئيس النادي سعيد الناصري أخبر اللاعبين بأن هذه المكافآة خاصة بلقاء الدهاب فقط بخلاف ما سيحدده من مكافآت أخرى لمباراة الإياب بالمغرب وتنطلق مباراة الأهلي ضد فريق الوداذ الرياضي يوم الأحد المقبل الرابع يونيو الجاري على استاذ القاهرات الدولي ضمن منافسات دهاب نهائي دور أبطال إفريقيا فيما يعود الأهلي ليحل ضيفا على فريق الوداذ الرياضي الأحد غير القادم الموافق للحادي عشر يونيو الجاري على استاذ مركب محمد الخميس بالدار البيضاء ضمن منافسات إياب نهائي دور أبطال إفريقيا وتنقل المباراة على قناة بين سبوت وكذلك تايم سبوت تردد الأرضي